السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله عليه وبركاته ولكن هذه الصلاحيات ستكون الصلاحيات الاساسية قبل ان نبدأ اقول الحمدله تمكننا الى الآن الوصول الى حلقة Latinos ال 5 في السلسة psic. سلسة تعلم لنظام لينكس وان شاء الله قدمنا لكم الاستفادة وقمنا بعد واجبنا اتجاهكم واتجاه السلسة من نشر الالم في نظام لينكس وبالنشر التوعي ايضا ولكن للاسف نحب ان نقولكم سوف تنتهي السلسة في الحلقة الثلاثة وخمسون او الخمسة وخمسون لعلم سوف نرى مع جديد لدينا لنقدمه لكم ولنشر الالم وانشر المصادر المفيد ان شاء الله اولا كما تشاهدون هنا لدينا ملف الفائل هنا الفائل فقط يحتوي عن سرمت ساعد نقوم في كتابته والان لسيف الفائل والان نخرج من الملف والان نقوم بفتح الترمناط اولا نقوم بفتح الترمناط نقوم بفتح الترمناط اولا نقوم بفتح الترمناط اولا نقوم بفتح الترمناط 7777 يقوم في الطرح السبعة من السبعة لتصبح صفر اي بدون اي صراحيات نقوم في انشاء ملف اولا نقوم بفتح التغيرة كما تشاهدون لأنه ملف قديم قمنا بإنشاءه الآن touch ثم نقوم بإنشاء النقطة تسميتر هنا الآن ls-l fire2 كما تشاهدون هذه الصلاحة وأيضا كما تشاهدون في القلفية وفي سطح المكتب علامة القفل ونحاول الفتحة كما تشاهدون لأخر فقط نصب لأيدينا والإعادة الآن نتعلم من شيء آخر لأيدينا نقوم بإنشاء الثايل وهذا في الواف سوف نقوم بإنشاء وتنتهي الحق الآن أيضا عند العمل ls-l file 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 two file three file هنا كما تشاهدون الصلاحيات فقط file الثاني ثالث أصبح التغيير عليهم ولماذا؟ لنقوم بإنشاء الملف الآن clear نقوم بإنشاء الملف الأخير الثالث نقوم بعمل يومارس مثلا صفر ليعطى كافة الصلاحيات وبعدها نتعلم شيء شريء ثم ثلاثة نقوم بإنشاء الملف أو 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 نقوم بإنشاء الملف لنرى كما تشاهدون هذه الصلاحيات قمنا في عمل صفر يجب ان يطال جميع الصلاحيات لماذا read و write وبدون execute لان U mask لا يقوم في التنفيذ أمر execute او يقتل صلاحية التنفيذ وثم الأربعة منها ظهرت لنا write لماذا ؟ لان نشاهد بعد هذا السبعة قام بإلغاء الصلاحيات من العوذة لنذهب إلى حاسبة pc وثم نقوم في كتابة سبعة الصلاحيات سبعة الصلاحيات أي واحد زائد اثنان وزائد الأربعة يصبح سبعة هنا نقوم في التنقيس ناقص أو hyphen minus نقوم في عمل أربعة أربعة هو الناتج كما تشاهدون الناتج هو ثلاثة ال write و execute تعلمنا ال execute لا يقوم في كتابتها فقط 4 كما تشاهدون هنا نقوم في الطرح السبعة نقص سبعة الآن كما تشاهدون صفر هو أيضا لا يوجد أي ناتج من الأرض فقط هنا السبعة نقص صفر يوجد الناتج سبعة وقام في طبيق read و write وبدون execute تعلمنا لأنها لا تتنفذ هذا الفيديونا انتهى الآن قصير كان وأتمنى استفاداتكم وحبنا نشارك معكم هذا المصدر أيضا لاختبار الكيبورد ورؤية تلحف الرموز العاطلة أو لا تعمل لديكم وأيضا هذا المصدر سوف نشارككم لل text editor online كما تشاهدون الأربع يدل على read والاثنان write والone execute وواحد زائد اثنان ثلاثة تعني write نقوم في حثب write والexecute كما تعلمنا execute واحد والwrite اثنان وهنا ثلاثة زائد اربعة هنا الناتج يقوم في عمل read والwrite والexecute لأن الاربع تدل على read ومع السلامة سوف نتشارك معكم مصادر لكانت مساعدة لهذه الحلقة إن شاء الله ونلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله